أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقات الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة والتعجيل بصرف الحزم التمويلية المرتبطة بها وخلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد طرفان على الحرص المشترك لتنفيذ مصاري ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الترحيب في هذا السياق بالزخم والنجاح الذي حقاقه مؤتمر لاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في مصر خلال الشهر يونيو الماضي باعتباره إحدى أولى الفعليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة والذي نقل رسالة واضحة لقطاع الخاص الأوروبي بأهمية مصر كمقصد مهم للاستثمارات الأوروبية هذا ونقش الاتصال أيضا التطورات الخاصة بأزمة غزة والتطلع لمواصلة العمل سويا من أجل وقف الحرب الدائرة في القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الزكان قطاع غزة